اشتركوا في القناة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين من الفضائل الأخلاقية مدارات الناس الله سبحانه وتعالى أمرنا بالمدارات وفي الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله أمرني ربي بمدارات الناس كما أمرني بأداء الفرائض طبعا هناك بعض المفاهيم التي ينبغي أن تفرز هناك مفهوم المدارات وهناك مفهوم المداهنة المداهنة مذمومة لأنها تكون على حساب الحق ودوا لو تدهن فيدهنون بمعنى أن الإنسان يتنازل عن الحق لكسب رضا الناس وهذا أمر مذموم ولكن المدارات هي طريق إلى الحق بمعنى أن الإنسان يداري الناس يتحمل أذى الناس ولا يجابههم بما يكرهون في الأمور الاجتماعية لكي يقربهم إليه ولكي يقربهم إلى الطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله كان في مجتمع مكة ومجتمع مكة كان مجتمعا جاهليا يرتكبون كثير من القبائح في هذا المجتمع بعث رسول الله صلى الله عليه وآله الرسول جهر بالحق ولم يتنازل عن الحق ولم يداهن على حساب الحق ولكنه كان يداري الناس بمعنى أنه يتحمل أذاهم ذلك الشخص كان يلقي على الرسول صلى الله عليه وآله سلا البعير يعني كرش البعير المليء بما يملأ الكرش كان يلقيه على الرسول صلى الله عليه وآله الرسول كان يتحمل شخص آخر كان يضع الشوك في طريق الرسول صلى الله عليه وآله وفي بعض الأحيان كانت تدخل هذه الشوكات في رجله المبارك وكان يجرح كان يتحمل هذا الأذى حتى قال ما أذي نبي مثل ما أذيت ولكن كان يتحمل هذا الأذى وأيضا ما كان يجابه الناس بما يكرهون إلا في سبيل الحق وذلك قرب كثير من الناس إلى الرسول ومن ثم إلى الدين القويم والآية الشريفة تقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله الرسول صلى الله عليه وآله لم يكن فضا الفض هو الذي يتعامل مع الناس بخشونه وهذا تعامل معهم بما يكرهون ولم يكن غليظ القلب كان رقيق القلب يرحم الناس حتى الإنسان الذي كان يسيء كان يرحمه لذلك علينا أن نتخذ من رسول الله صلى الله عليه وآله أسوة كما أمر الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ونحاول أن نداري مجتمعاتنا وخاصة الناس الذين يتبوؤون محل هداية الناس سواء كانوا من رجال العلم أو من غيرهم الناس الذين يريدون أن يؤثروا في المجتمع المثقفون الذين يرغبون في إصلاح الوضع الفاسد في المجتمع البعض يتكلم دائما في السلبيات والبعض الآخر دائما يشتم الناس وهذا عمل غلط ينبغي على الإنسان أن يتكلم في الإيجابيات وأن يعطي حلول للسلبيات وأن يرقق الكلمات بحيث لا ينفر الناس منهم في سورة الحجرات هذه الآية نزلت إن الذين ينادونك من وراء الحجرات من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون كان هناك بعض الناس في المدينة المنورة يأتون ليلتقوا برسول الله وكان الرسول في بيته أو في بيوته فكانوا يأتون من وراء هذه البيوت وينادون يا محمد يا محمد أخرج إلينا الله سبحانه وتعالى عبر عنهم أكثرهم لا يعقلون في بعض التفاسير إن هؤلاء الناس الذين كانوا ينادون من وراء الحجرات بهذه الطريقة الفضة كلهم لم يكونوا يعقلون ولكن الآية لم تجابههم بكلام فض بحيث تقول إنكم لا تعقلون وإنما الآية قالت أكثرهم لا يعقلون وإثبات الشيء لا ينفي مع عداه لماذا الآية عبرت هكذا؟ حتى كل واحد منهم يقول أنا من الأقل فلذلك لا يعتبر إهانة شخصية بحقه بحيث أنه ينفر من الدين ويقول الآخرون من الأكثر أما أنا من الأقل في نفس الوقت التي الآية تعلم هؤلاء المسلمين وتعلم الناس جميعا كيفية احترام الرسول صلى الله عليه وآله وتعلمهم الآداب الاجتماعية في الوقت نفسه لا تهينهم ولا توجه لهم إهانة لأن الإهانة تسبب أن الإنسان ينتصر لنفسه فتأخذه العزة بالإثم فيصر على ذنبه ويستمر على ذلك انتصارا لنفسه فلذلك علينا في حياتنا الاجتماعية حياتنا الأسرية مع أقربائنا مع أصدقائنا حتى مع أعدائنا أن يكون تعاملنا بمدارات وذكرنا أن المدارات هي الطريق إلى الحق وليس بالمداهنة التي هي على حساب الحق وهذا الشهر الفضيل فرصة مناسبة لنا جميعا لأن الإنسان في هذه الحالات الذي هو مبتعد عن الملذات الدنيوية وأيضا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعات والعبادات هو أقرب لقبول الحق من سائر الأوقات يستثمر هذه الفرصة بالدعاء وبتهذيب النفس وبالضغط على النفس لكي يكون مداريا وكذلك متحليا بسائر الفضائل الأخلاقية هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين موسيقى